نتطرق بقى إلى موضوع جديد والحياة الموضوعات كتيرة وشكلنا كده هنطلب من حضرتك جزء ثالث بس يمكن بقى بعد فترة تكوني بقى يعني التزامات حضرتك تكون أخف شوية عايزين نتكلم دلوقتي عن الإصابات الخاصة بالعين بقى يعني الإصابات بشكل عام ولو عرفنا برضو نتكلم عن حساسية الضوء الأطفال أو حتى الكبار اللي عندهم حساسية ضد الضوء حضرتك كلمينا كده عن إصابات العين طيب هو إصابات العين دي يعني عشان نبدأ نعرف هي يعني الإصابات دي هتعمل إيه في العين لازم الأول نعرف نوع الإصابة يعني فيه إصابات بتبقى يعني مثلا كورة مثلا يعني حاجة كده خبطة بوكس وفيه إصابات بنتريتين يعني حاجة بتخش جوه العين وفيه إصابات كيميائية فكل حاجة من دي ليها يعني ليها حاجة وليها سكة مختلفة خالص يعني إصابات اللي هي عموما يعني نقول إصابات التروما مثلا اللي هي الخبطات أنا بس عايز أقول حاجة في الأول إن إحنا أي شخص يتخبط فيه حاجات كده محزير منفعش إن إحنا نعملها إلا لما نروح للدكتور إنفعش ندعك في عين إنفعش ندعك في العين لأ إنفعش نحط مية جوه عينه ما ينفعش نستعمل أطارات من نفسنا هنعمل إيه طيب؟ شاشة نظيفة أو غيار معقم على العين لدعفة أي صيدلية هنغطي العين بس يعني ده نقدر نقول الفيرست إيد أو علاج اللي هو الإصعافات الأولية بالضبط ممنوع دعك في العين ممنوع مية ممنوع أطارات بدون إشرفة بالضبط والحل إن إحنا نحط شاشة تطبية غطاء معقمة على العين لغاية لما نروح للدكتور مش لغاية لازم نروح على طول لازم نروح على طول لأن دي إصابة دي حالة طرقة بالضبط بالضبط كده إيه اللي ممكن يحصل بقى في الثلاث حاجات اللي احنا قلناهم يعني لو هي حاجة كده بس مجرد تخطط كلنا ممكن إصابات التروما أو الخبطات اللي هي ممكن الأطفال بيلعبوا مع بعض أو لعبة بوكسنج بوكسنج أو كورة خبطت أو حاجات بنتريتنج لقدر الله دخلت جوه العين بالضبط أو حاجات كيميائية بالضبط الخبطات اللي هي التروما اللي هي من برد من الخارج دي ممكن تعمل لنا حاجات كتير يعني ممكن يبقى عندنا مجرد حاجات خارجية تورم خارجي سحاجات من زرقان حوالين العين كده تبقى بس حاجة خارجية وتورم شديد ومش شرط العين نفسها تتأثر من جوه يعني ممكن يحصل لنا بقى جوه العين حاجات كتير برضو من قرح في القرانية من خدوش في القرانية قرح في القرانية أنزفة داخلية جوه العين أبتوا أنه ممكن يحصل لي بقى انفصال شبكي لقدر الله إنما البنتريتينج ده حاجة دخلت جوه عين ده أبشع يعني أبشع أنواع الإصابات أصعب أنواع الإصابات لأنه بيحصل تمزق في الأجزاء أو الطبقات بتاعت العين سواء القرانية أو الصلبة الجزء اللي هو الأبيض أو برضو أو في الشبكية يعني حاجة جسم غريب يدخل جوه العين دي حاجة بتبقى صعبة جدا بالبلد كده لو الإصابة جمدة قوي العين بتتصف يعني أبتوا أن العين بتتصف وعايز ألفت نظر بالذات في الجزء ده أنه كتير قوي من الأطفال بييجي بالذات في الأعياد وكده بسبب المسدس المسدس اللي هو اللي بيطلع منه الأسلم اللي بيطلع منه الطلقات اللي بيطلع منه خرز خرز ده أبشع أنواع الإصابات أنا كنت لسه هقول لحضرتك أن فيه ألعاب أطفال وللأسف يعني بتباع وأنا مش عارفة متدولة ليه بتباع بكسافة كبيرة جدا جدا ودي حاجات مجرمة قانونا يعني دي الحاجات اللي هي زيالة حديثة بتقولي عليها المسدسات دي اللي بتطلع خرز والحاجات دي كلها دي ممكن فعلا تعمل كوارث وأنا آسف في الكلمة يعني بنلاقيها بتتباع على الأرصفة يعني بشكل كده يعني متحجب فعلا تتمنى ف الجزء اللي هو التالت بقى اللي هو الحاجات اللي هي الكيميائية أي حاجة كيميائية دخلت في العين كلور بقى في ناس يعني رزاز معين آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ كل حالة من الحالات التلاتة في إصابات العين هي حالات طرقة كلها حالات طرقة كلها حالات تستوجب الكشف الطبي الفوري مش الكشف الطبي المؤجل وكلها لها تدخلات لها تدخلات وعايز أقول برضو أن إحنا برضو مش معنى أن أنا رحت مثلا دكتور طمني أنه هو تمام وكله كويس أنه هيفضل كده على طول كله كويس لأ الشخص اللي بيتخبط ده أوقات كتير بعد وقت معين فترة من الزمن ممكن تبقى قصيرة ممكن تبقى طويلة يحصل له مشكلة يعني وارى بقى في الشبكية يعني يحصل له انفصال في الشبكية أو قطع ما يبقاش باين يبان ودي بقى كرسة أكبر فهنا برضو المتابعة ضرورية يعني أننا نسمع الكلام نسمع الكلام الدكتور اللي يقولنا عليه نعمله يا جماعة